أما بعد ففي يوم من الأيام خرجت مريم بنت عمران عليها السلام من محرابها الذي كانت تعبد الله تعالى فيه وسارت جهة شرقي بيت المقدس فخلت بنفسها عليها السلام لقضاء شأن من شؤونها فتفاجأ مريم برجل سوي يقتحم عليها خلوتها هو جبريل عليه السلام جاء إلى مريم بشكل إنسان تام الخلقة لأن الله تعالى أمره أن يذهب إليها ليبشرها بعيسى عليه السلام لما اقترب جبريل عليه السلام وتمثل لها بشرا سويا في صورة شاب جميل أبيض الوجه ما عرفت مريم عليه السلام أنه ملك أنه جبريل ففزعت منه واضطربت وارتابت في أمره حيث ظهر لها فجأة في ذلك المكان وخافت على نفسها منه من أن يتعرض لها بسوء وسرعان ما لجأت إلى الله العلي فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا معناه إن كنت تخاف من الله أي إن كنت ممن يتق الله ويخشى الله عز وجل فلا تتعرض لي بسوء فتفاجأ البتول الطاهرة بمفاجأة أعلى حينما يرد عليها هذا البشر السوي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أي أني لست ببشر ولكني ملك أرسلني الله تعالى إليك لأهب لك غلاما يكون طاهرا نقيا لأن جبريل عليه السلام كان أخذ روح المسيح بأمر الله تعالى ليضعها في مريم قالت مريم التي تعلم سبيلا واحدا للإنجاب والزرية وهو أن يلتقي يرواجل بزوجه قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا أي لم تزوج فلم أعرف سبيل الزنا أو سبيل البغاء وهنا يأتي الرد الحاسم القاطع على لسان هذا الملك الكريم جبريل عليه السلام قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا أجابها جبريل عليه السلام عن تعجبها بأن خلق ولد من غير أب سهل هين على الله تعالى وليجعله علامة للناس ودليلا على كمال قدرته سبحانه وتعالى وليجعله وليجعله رحمة ونعمة لمن اتبعه وصدقه وآمن به قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخن فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين نفخ جبريل عليه السلام روح المسيح الذي جاء به بأمر الله تعالى في فتحة قميص مريم في درعها فدخلها الروح من فمها فنزل إلى جوفها وبدأت بوادر الحمل تظهر على بطن مريم فالتفت إليها يوسف النجار الذي يخدم معها بيت المقدس واتهم بنو إسرائيل مريم بالزنا مع يوسف قال لها يا مريم إني سائلك عن شيء وأرجو ألا تعجل علي فقالت له مريم سأل عن ما شئت يا يوسف وقل قولا جميلا فقال لها يوسف معرضا في القول يا مريم هل يكون زرع بغير بذر وهل يكون شجر بغير غيث أو مطر وهل يكون ولد بغير أب فقالت مريم عليها السلام نعم يا يوسف قال كيف يا مريم قالت يا يوسف ألم تعلم أن الله خلق الزرع يوم خلقه من غير بذر وخلق شجر يوم خلقه من غير غيث أو مطر وخلق آدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اشتركوا في القناة